قلصت قوات الاحتلال الإسرائيلية عدد الشاحنات التي عبرت من معبر رفح البري باتجاه منفذ كرم أبو سالم حيث بلغ عدد الشاحنات اليوم ثمان شاحنات تحمل مشتقات بترولية ما بين أربع شاحنات غاز وأربع شاحنات سولار ويأتي هذا في الوقت الذي يعاني فيه سكان القطاع من أزمات كارثية في الماء والكهرباء والغذاء جراء سياسة التجويع التي يتبعها لاحتلال بحق المدنيين الأمر الذي تسبب في تفاقم الأوضاع وانتشر المجاعة والأوباء بعد التحية في هذه المتبعة لتدعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بحق المدنيين من أمام معبر رفح البري نرصد ونتحدث عن مشهد المساعدات الإنسانية خارج وداخل قطاع غزة نتحدث عن استقبال معبر رفح البري على مدار اليوم لثماني شاحنات محملة بالمشتقات البترولية ما بين أربع شاحنات محملة بمواد الغاز وأربع شاحنات محملة بمواد السولار أما إذا تحدثنا أيضا عن المواد المتعلقة بالغذاء والإغاثة والأدوات الطبية لم تستقبل قوات الاحتلال الإسرائيل على مدار اليوم خاصة في منفذ كرم أبو سالم أي من هذه المساعدات ورفضت دخول العديد من المساعدات والشاحنات المحملة بالمواد الإغاثية والغذائية والطبية سوى فقط ثماني شاحنات محملة بالمشتقات البترولية أما عن الوضع داخل قطاع غزة نتحدث عن تحذيرات أمامية والمكاتب تبعى لمنظمة الأمم المتحدة التي تعمل داخل القطاع حذرت من تفاقم الأوضاع الإنسانية ووقوف القطاع على شفى كارثة إنسانية ومجاعة بمعنى الكلمة بعد تقليص المساحات الأمنة والإنسانية داخل القطاع ووصلت المساحة الأمنة فقط للمساعدات الإنسانية والأفراد داخل القطاع إلى 11% من مساحة قطاع غزة وإذا تحدثنا أيضا عن هناك عدد من الأرقام الخطيرة الخاصة بالمياه تعرض أكثر من 15 بئر مياه داخل قطاع غزة من أصل 18 بئرا للخطر ونفاذ المياه مما يؤثر على الطاقة الإنتاجية داخل قطاع غزة للمياه وأيضا يؤثر على انتشار الأوبئة والأمراض وأيضا تعرض لأكثر من 90% من أطفال قطاع غزة للخطر وهناك ما يقرب من 10 ألاف مريض داخل قطاع غزة يحتاجون إلى مغادرة القطاع لتلقي العلاج كل هذه الأوضاع الإنسانية داخل القطاع تؤدي إلى كارثة إنسانية بمعنى الكلمة هذا هو المشهد الإنساني من خارج وداخل قطاع غزة وإليكم الكلمة